نفحة مرحبا بكل تساؤلاتكم وبكل اقتراحاتكم ككل يوم اثنين كيكون عندنا موعد مع متوجة الشهر واللي كانت معنا خلال الاسابيع الماضية فالمدة شهر المتوجة هي حسناء ابو سعيد وفرصة معها اليوم باش غدين نتعرفوا معها على حلوله على اقتراحات لي جديدة من خلال تواصلها المباشر معنا في حلقة اليوم من برنامجكم سيداتي الساداتي هي فقراتنا في حلقة اليوم كنت منه وان شاء الله انها تكون فقرات اللي كترديكم اللي كتستافدوا منها واللي في نفس الوقت كتمنتعكم غدي نبقوا مع اولى اختيارتنا الغنائية نسمعوها ورجعي لكم باشمروا الاولى فقراتنا خليكم معنا جموعة من الاسئلة اللي كانت معنا خلال الحلقة الماضية فكان سؤال دي الموسمع الكريمة خديجة من الراشدية المشكلة دي الخديجة انه كان عندها جاكت كتقول دي الجلد طح عليها المداد فمعرفتش يعني جربت الكتير من الحلول ولكن ما كانش نتيجة يعني الطبايع دي المداد بقت فهنا السيدات كي يقترهوا عليك خديجة انك تستعملي المعجون دي الاسنان كحل اول الطريقة التقليدية لكل اوفياء دي البرنامج سيداتي ساداتي ولو كيعرفوها فالطبايع دي المداد يعني كيتفاعل معهم المعجون دي الاسنان بحط طريقة اللي هي سحرية فسواء كان في الحوايج كان حتى في الحيط يعني كتشوفون انه الكتير من الامهات اللي عندهم ملودات بعد المرات يعني سواء الطبايع اللي كيكونوا دي الستيلو اولا دي اللمداد ولا حتى دي الاقلم اللي كتكون ملونة فحنا كنستعملوا لها المعجون دي الاسنان فهين مما كانت فهنا ممكن كيف ما قلناك حل اول كتاخدي وحد الكمية قليلة دي المعجون دي الاسنان حسب الطبايع اللي عندك دي اللمداد في الجاكتس وكانوا صغار او الكبر وكتخلي ذك الضوط يخيز اولا هدك المعجون دي الاسنان حتى كينشوف على الطبايع ومن بعد كتفركيهم بفركة اللي هي خفيفة يعني كتمسحيهم غربوا حط طريف ديالكتوب كتفزجيب شوية دي اللماء اللي كيكون دافي وكتبداي كتمسحي ولكن كتعاودي العملية يعني كتقوم بتكرار ديالها زوج حتى ال 3 حتى ال 4 ديال المرات حسب الحدة ديال هدو كتبايع هدا الحل الاول الحل الثاني اللي كنقترحو عليك انك تاخدي الالكول بتسعين درجة لالكول بتسعين درجة كتاخدي بنواحة الكمية وكتعمليها فطريف ديال القطن وكتبداي كتمسحي هدو كتبايع ديال المداد هدا الحل الثاني إذا الحل الاول غتستعملي ولا تجربي المعجون ديال الأسنان من بعد تقدري تستعملي حتى الالكول كيف ما قلنا اللي بتسعين درجة غير هو حاداري يعني ما تخويش هكذاك مباشرة على طبايع اللي عندك في الجاكات وإنما كتعمليه فطريف ديال القطن وكتبداي كتمسحي طبايع كيف ما قلت غدي نمشو هدو المرة لسؤال ديال حجيبة حجيبة كتقول عندها مشكل ديال الصفورية في الحويج ليهم البيضين لما كتجبدون بلاكار كيكونوا مصب بنين ما كينش مشكل نهائيا ولكن ينبقوا واحد للمدة في بلاكار فكتقول لما كتجبدهم كتلقى فيهم المشكل ديال الصفورية فهنا أول حاجة كنقول لك حاجيبة واش ما عاملاش حاجة عندك في بلاكار مثلا الحباس ديال القرنفل الخزامة الورد الريحان البابونش يعني كل حلو اللي كنعطوكم اللي هي عادة كتمتصر رطوبة أو للغمولية في داخل بلاكار فيلا خلينا واحد المدة اللي هي طويلة وكننا ديرينها وسط الحويج فأمر طبيعي أنها مع المدة غطلقها ديالك سفورية هلاشنا دائما كنصحوكم ما تعملوهاش وسط الحويج ولكن حاولوا تعلقوها في البلاكار من الأحسن ما تقيش الحويج هدا أول حاجة إلا لقيت المشكلة ديال الصفورية فهنا عندك الحل الأول أنك يعيوض ما بوتي تستعملي مثلا الماء ديال جاذل فأنتي كتستعملي طريفات ديال الحامض كتاخد طريفات ديال الحامض وكتعمليهم في المال لي كيكون سخون مال لي كيكون مغلي كترقدي في هدوك الحويج وكتعملي طريفات ديال الحامض وكتحاولي أنه الحامض يقيس هدوك الطبيع ديال الصفورية كتخليهم رقدي المقدمة بين 30 حتى 45 دقيقة وكتفركيهم فركاء عادي وكتشلي الحويج وكتنشريهم هذا السؤال الأولى الحل السؤال ديالك الأول كان كذلك عند حاجبة سؤال آخر فيما يخص الغمولية كتقول الغمولية مش يريحة وإنما هذو البقع اللي كيكونوا على شكل نقيطات كيكونوا في الحويج فهنا كذلك الحل الأول اللي ممكن تستعملها حاجبة هو المعجون ديالأسنان كتعمليه في الحويج كتخليهم حتى كي نشوف ذاك المعجون الأسنان على الطبايع ديالغمونية وكتفركيهم فركاء اللي هي خفيفة هذا الحل الأول ممكن كذلك الحل الثاني تستعملي الصابون البلدي إلا ما هاتيش تستعملي الصابون البلدي ممكن تعوضيه بصابون ديالحجرة إذا ثلاثة ديالحولول اختاري الحلي بغيتي وجربيه وإن شاء الله غتشوفي أنه النتيجة غتكون اللي غدا ترضيك إذا إما المعجون ديالأسنان إما الصابون البلدي وإما الصابون ديالحجرة كان فركو به ذوك الطبايع أو هذوك النقيطات اللي كيكونو ديالغمولية عندنا في الحويج كان كذلك السؤال ديالإيمان من مدينة الدار البيضاء إيمان كان عنده مشكيل في الحويج أنه كان بازل كنتذكر أنه إيمان كان عندك تقول بودي فطاح عليه للصاق ونقيطات ديالصاق يعني كرمو للصقو مبغوش يعني ولو أنها صبنات وصبنات وشح الممرى مبغوش يزولوني هائيا فهنا النصيحة اللي نصحوك بها الكثير من السيدات إيمان اللي تواصلوا معنا عبر الصفحة بعد ما اسمعوا السؤال ديالك فكيقولوا أنك غتأخذي يعني الحاجة اللي عندك ديالحويج اللي طاحوا عليها نقيطات ديالصاق شنو كتعملي؟ كتسرحيها أنك غتسرحيها بالطريقة العادية وكتسخني المصلوح مزيان على درجة حرارة اللي كتكون عالية يعني المستوى العالي في المصلوح كتسخنيه مزيان وكتأخذي هديك الحاجة اللي عندك في الحويج كيف ما قلنا كتسرحيها ولكن ما كتعمليش عليها المصلوح مباشرة فأنتي غتأخذي طريف ديالتوب اللي ما بقاش مثلا عندك غراد به فكتأخذي وللي غتشوفي أنه ما غيتدررش من ديك الحرارة العالية ديال المصلوح كتعمليه فوق الحاجة اللي انتي عندك فيها نقيطات ديالصاق كتسخني المصلوح مزيان وكتبدأيك تدوزي على ديك طريف ديالتوب يعني مباشرة على الحويج اللي عندك فيهم للصاق فهديك الدرجة العالية ديال المصلوح ديك الحرارة المرتفعة شنو كتدير؟ كتدوب هدوك المقطات ديالصاق وأمر طبيعي أنه ذك طريف ديالتوب اللي انتي عملته فوقهم هو غديشرب هدوك المقطات بعد ما كيدوبوا مع الحرارة فهدك طريف ديالتوب كيبدأك يشرب للصاق جربي هدو العملية وكنتمنى أنا كيتتواصلي معنا وتقولينا شنو كانت النتيجة إذن غتصلي كيف موقعك المصلوح مزيان على درجة حرارة اللي كتكون عالية ومن المدك تبدأيك تدوزي على طريف ديالتوب اللي كتكون يعملته فوق الحويج باش غديشرب هدوك المقطات ديالصاق بعد ما كيدوبوا مع الحرارة المرتفعة ديال المصلوح كانتمنى بالفعل أنه إيمان تجربها وترجع التواصل معنا وتقولينا شنو كانت النتيجة بعد ما جربتها كانوا دوم جموعة من الأسلين اللي مروا معنا في الحلقة الماضية خلال بردمج سيداتي السيداتي يا فرصة باش غدي نمشو بعد لحظات وغدي ندرجو مجموعة من الاقتراحات والأفكار لوصلتنا عبر صفحة البرنامج هي دائما رهن إشارتكم الأوفياء كي يكفي أنكم تدخلوا الموقع تواصل الاجتماعي فيسبوك وتقوموا كتابات كلمات سيداتي الساداتي باللغة العربية وتلتحقوا بنا عبر الصفحة مرحبا بكم غدي نبقى لحظة مع فاصل إعلاني رجعين مباشر من بعدو باش ندرجو باقي الاقتراحات خليكم معنا يوم من برنامجكم سيداتي الساداتي غدي نمر الفقرة بريكولاج مشموعة من الاقتراحات وصلتنا عبر صفحة البرنامج وأول اقتراح من عند بوتينة فغير يعجب لكتير من السيدات خصا لدائما كنسمع منهم هاد العبارة انه المقلد يلي البغرير ما بقاش كي يصدق فيها البغرير ولا مبقدش كتطلع البغرير فهنا بوتينة كتقول هادي تجربة شخصية فبالنسبة للمقلة اللي مبقدش كتطلع البغرير فما عليها الا يعني السيدة اللي عند هاد المشكيل غد تخد الحليب يعني كتعمل الحليب في هاد المقلة كتخليه حتى كيغلى فيها وكتزيد معها شوية ديال النخالة كتحركهم وكتخلي الحليب بعد كتطفي علي العافية لما كيغلى وكتخلي الحليب في هاد المقلة حتى كتشوف انه المقلة بدت كتشرب هادك الحليب مع النخالة فكتشربه فمن بعد كتزول ذاك الفائد اللي بقى وكتغسل المقلة بشكل عادي وكتبدأ كتستعمل فيها البغرير فغتقول انه نتيجة كتقول بوتينة كل السيدات غدين يتفاجئوا منها فأعيد مرة اخرى الاقتراح بالنسبة للمقلة اللي مع المودة يعني ما بخش كيصدق فيها البغرير معلين الا ان ناخدوها كنصبو فيها ولا كنعملو فيها الحليب كنخليه فوق النار حتى كيتغلى ومن بعد كنضيفو معها شوية ديالنخالة كنحركو هادك النخالة مع الحليب طبيعة الحال وكنخليو ذاك الحليب في المقلة حتى كنشوفو انه بدا ديك المقلة ديك تشرب ذاك الحليب كنخليو واحد المدة تقريبا ما بين 5 حتى 10 دقيق وذاك الفائد اللي بقى ديالنخالة كنزولوه وكنغسلوه المقلة بطريقة عادية وكتقول انه النتيجة كتكون هائلة هذي تجريبة كتقول شخصية بوتينة دائما كتعملها المقلة كذلك قدير مشروكة راحة اخر عندنا من عند حياة عمر فبنسبة للحياة كتقول السيدات اللي كيخافوه من انه الفواكيه الجافة اللي كيستعملوه في بعض الانواع ديالكيك بحل تمر مقطع بحل زبي بحل شريحة فبعد مرت هذي الفواكيه الجافة كتهبط يعني في التحت ديالكيك كتهبط في القالة بالتحت وهكذا الشكل ديالكيك لما كيتقطع ما كيكونش زوين فهناك تنصحكم انه هذي الفواكيه الجافة الى كنا قد نستعملوه في بعض الانواع ديالكيك بحل تمر كيف ما قلت بحل زبي بحل الشريحة يعني تقبن كل انواع ديالكيه الجافة قبل ما كنتستعملوه واشنو كنديروه لها كندوزوها في الدقيق فكنعملوها في ذاك الفورس من بعد كنسوسوهم ولا كن يعني كننفضوها بش كنزورو ذاك الفائد ديالتقيق عاد كنستعملوها مع باقي المقادير ديالكيك يعني في المرحلة الاخيرة فكتقول ان هاد العملية كتخلي ان الفوكيه الجافة كتبقى في الوسط ديالك ما كتبطش للتحت هذا كان اقتراح اليوم من عند حياة عمر من عند حياة عمر دائما تاني اقتراح كتقول بالنسبة للسيدات اللي كيبغوك يحضروا الصلسة او للاسوس طومات اللي كنحضروها مثلا كانوا عمل مقبلات مع باقي الصلاتات فكتقول عندي فيك رب نسبة للسيدات اللي لابغو يحضروها ولكن ما تكونش فيها ديك البنة ولا ديك منك هادية الحموضة شنو الحل فكتقول معليهم الا يضيفوا معها واحد الكمية قليلا سكرسانيدا فهو كيعطيها الماضاخ كتقول لك يكون مواتي وما كتبقاش ديك الحموضة في للاسوس ديال ماطيشة وممكن كذلك باش جينا شوية خاطرة كنضيفوا ملعقة صغيرة ديال النشا اذا نعيد مرة اخرى الاقتراح اليوم ديالحياة عمر هو تاني اقتراح كتقول بالنسبة للسيدات اللي كيبغو يحضرو للاسوس ديال ماطيشة في الدار ولكن انت يخافوا انه المشكلة ديال الحموضة فهنا معليهم الا يضيفوا معها واحد الكمية صغيرة ديال السكرسانيدا واحد الملعقة صغيرة ديال النشا باش كنحصلوا عليها كيكون مضاق ديالها مواتي لا كتكونش في الحموضة زيدة وكذلك في نفس الوقت كتكون خاطرة الى ضفنا معها ملعقة صغيرة ديال النشا قد نمشي من عند حياة عمر لان عند حياة اخرى اللي هي حياة النفوس هكذا عامنا في الاسم دياله فيسبوك طبعا يتواصلت معنا عبر الصفحة مرحبا بك حياة مستمعة جديدة ديسي كتتواصل معنا يوميا عبر الصفحة فشكرا لك على كل نصائح وكل افكار وكل اقتراحات ديالك اليوم حياة النفوس كتقول بالنسبة للسيدات اللي كان مشكل ديال الرائحة ديال السجائر عندهم في الدار خلصا لك انو عنا ولدات ولأطفال صغار فحنا كنعرفوه الأضرار ديال التدخين غير المباشر على الصحة ديالهم فهنا كتقول باش رائحة ديال السجائر وديال التدخين ما كتبقاش عندنا في الدار نهائيا شنو المامول كناخدو القشور ديال الليمون وكنبخروهم مع حبات ديال القرنفل اذا القشور ديال الليمون كنبخروهم مع حبات ديال القرنفل كنعملوهم هكذاك في شوية ديال الفاخر في مجمر صغير وكنتلقو هذيك الريحة ديال القشور ديال الليمون مع الحبات ديال القرنفل في الدار فكتقول كيمتصوا كل رائحة ديال التدخين هذي طريقة مجربة من عند حياة النفوس الاخر من عند سناء هاد المره ثمانه كتقول سيدات عنده مشكل دي الفوض اللي كيكون اللون ديال hörبيض فمرا حير مرة كيستعملوا لهالما Pe Kombi ه ودخت الاستعمال متكرر ديالماء جافالثم امر طبعي انه كيقلي اللي كان الفوض كتولي حارشة فهنا كتنصحكم سناء قضي عيوض الماء حامض فهو يعتم الفوض كيفما كاتقول كذلك الي زلت بايع اللي كيكونوا فها و粉ي socialism كانت كثيرا هذا الحرشي الشذه اللي كانوا متن ping مال دي الماء جافيل متكرر للفوت ديالنا. غديمشو هاد مرة الاخر اقتراح عنا اليوم نعند سلواء. سلواء كتقول جبت لكم فكرة جديدة باش تلمعوا النحاس. فبالاضافة للحول اللي كنعرفوها سابقا اللي من هالرماد يعني الترمسي اللي كنصحونا انه هالتنظيف ديال النحاس كنستعملو الرماد باش كنعطيوه داك اللامعان وكنزولو منو اللي التاش اللي كيكونو فيه. سلواء اليوم جابت اقتراح ساهل وجديد في نص الوقت كتبقلو للتباشير الابيض. فاصب عسل ديال التباشير الابيض كندقوهم ولا كنحقوهم ولا كنطحنوهم كتقول كيف ما بغينا نستعملوهم ويكونوا على شكل بودر على شكل غبرة. وكننضفو بهم الاشياء النحاسية واللاواني النحاسية اللي عندنا. فكتقول انه اللامعان ديالهم كيرجع هائل هدي فكرة اليوم من عند سلواء. تباشير الابيض متقوق ولا مطحون. وكنستعملوه في تنظيف ديال الاواني ديال النحاس باش كنرجعو لها اللامعان ديالها. هدو كانوا مجموعة من الاقتراحات اللي توصلنا بها عبر صفحات برنامج هي دائما نراهن اشارتكم دخلوا الموقع تواصل الاجتماعي فيسبوك ومن كتابة كلمة سيداتي سادتي باللغة العربية ومرحبا بكل تساؤلاتكم وبكل افكاركم وبكل اقتراحاتكم عبر الصفحات وما في كل يوم لعدد ديالكم كي يزيد طبية الحال وهد الامر رح كي يساعدنا كتير بعض اللحظات غيكون عندنا موعد مع متوجة الشهر حسناء ابو سعيد اللي غدين نخدم منها اليوم لمزيد من الاقتراحات والافكار وغدينشوفوه اشنو حضرات الكل اوفياء من السيدات والسادة في الحلقة دياليوم غدينبقوا معا ثاني اختيارتنا الغنائيا نسمعها ورجعين لكم ما تنشوفين ورجعنا دائما على ماذ غاديو الادعاء القريبة منكم في حلقة اليوم من برنامجكم سيداتي السادتي هي فرصة باش غاديين تواصلوا اليوم مع متوجة الشهر حسناء ابو سعيد اهلا وسهلا بيك حسناء معنا اليوم صباح النوقت يا عساس صباح الخيرات كيف الحال بارك الله فيك حبيبة كي دتينا بس الحمدلله بألف خيري نعرف انه كانت عندك وعكة صحية ظروف صحية كتمر بيهاد الايام ان شاء الله يا رب كنت منورك كانت منورك الشفاء العاجل والقريب يا رب حسناء فشكرا ليك وهدي فرصة باش نشكرك باسم كل اوفياء من السيدات والسادة الاوفياء دي البرنامج سيداتي سادتي فرغم الظروف ديالك الصحية كتحرصي لانكي تدخلي للصفحة وانكي تجوبي للأسياد المسمعي الكرام وانكي توضعي الاقتراحات ديالك فمشكور على هاد المجهود مبارك الله فيك اختي هذا صار في اليوم راه الاصارة ديالك السيدات اللي كي يدخلو لصحة يا سيداتي سادتي اهلا وسهلا يلا نبدو الحسناء على بركتي الله باول اقتراح بسم الله باملي كان بغون في برحلي باش ما كيفيدش كان هنا الجوان بديل قصرونة بالزبدة فهذه الزبدة ما كتشبس لنا الحليب انه كيفيد على برحلي كان بغون طيبو اهلا هذا اول اقتراح الول امشوه والتاني اقتراح ايه بالنسبة الاقتراح تاني غنكمل واحد الاقتراح اللي في الدرجتي في الول بس كن بغون نصيب اي صوف اي نعمل الصوف سواء ديال الحلويات او ديالبيتزاء او ديال اي حاجة خاصنا ضروري نحرص ان الاناء فاش كان طيبوها يعني انتسرونا او لا اي حاجة راش كان طيبوها ضروري خاصي كل قاعدية لها غلاب باش ما كتتحرقش نياد غير وكتبع لها خاطرها واخاصنا ديما بقونا حركوه بملعقة خشابية ضروري نعم�� Perché ما الذي اختراح باحد كنتحريره خفيفه اي بس تكون حريرة خفيفه من احسن نخمره واحد ساعه من قبل في واحد شوية المدافع وشوية خميرة ديالعجين. اذا انت برك الله عليك حسناء اذا هنا كانت استعملو حتى الخميرة ديالخبز. اه الخميرة ديالخبز هي اللي كتخصفها ديالخبز. ومالي كانت طب الحريرة ماكتبقاش باقي قاية تقيلة. نعم اذا كانت استعملو الخميرة ديالخبز مع الضقائق العادي في شوية ديالالمدافي. اه. وقلتك انخليه شوية المدة ديالة ساعة قبل. اه. ومالي كانت نكون وكن طيب و الحمصوش كاملة ما كان طيبوش معا العدس. حتى شا داك العدس ولا كيك حل حريرو ما كتبقاش مرغم. من الاحسن سلقوه ببوحدو. ونفس شي عود بنسبة لتريد او لترداء او لرفيسة كل واحدة وكيفاش كت تقول ليها. من الاحسن داك العدس يتسلق ببوحدو. والنحيي داك لما الكحل يكيطلق. تبارك الله عليك اذا باش كانت فادو ذاك اللون ديال الكحولية اللي كيطلق العدس. نعم. تبارك الله عليك مشول رابع اقتراح. بنسبة للفرنج باش كيكون شيش. من الاحسن زيدو الوحدة نسكس ديال المنظف في العجينة ديال. ولا حسب الى كانت العجينة احنا عنا ميزانة. الى كانت العجينة قليلا ديرو غير ربع كاس. الى كانت كتيرا زيدو حتى المنظف كاس. المنظف كاس ديال المنظف بيضا هدك او الميه الغازية دك القاز هو اللي كيخلينا الشفرنج انه كيكون خفيف. نعم تبارك الله عليك. لا طيبناها في الزيت ما كيهز الزيت بزاف. اذا كيكون خفيف وما كيشربش الزيت بزاف. ايا. نعم نعم نمشو الخامس فكرة عندك اليوم احسنة. البيض اللي كنبغو نسلقوه من الاحسن نصبرو عليه تقريبا واحد من الساعة من بعد ما نخرجوه من تلاجة. حتى كياخد درجة حارات المطبخ. لانا فاش كيخرج مباشرة من البرودة وكان اردو بشي تسلق. هادك التغيير المفاجئ في الحارة هو اللي كيهرس لنا البيض. يعني من الاحسن نصبرو عليه شوية تاكي سخن. او عادي كساء نبدو نسلقوه ولا بغينا متل فاش كنبغيون ننزوقو بشي صلد او لشي حاجة فاش كنبغيون نقسمو البيضة بشي بقينا صفر في الوسط. اه. كنبغيون شوية الخل في القاسرونة في قاسرونة فاش غنسلقوه. اذا من اللي نكونو كنسلقو البيض نضيف واحد الاقترات ديال الخل مع الماء ديال الصلق ديال البيض. ايا. كنحصلو على دك المح ديالو كيكون صفر. ايا وكيبقى في الوسط ما كيجيش مجنب. وكيبقى في الوسط نعم سبارك الله عليك نمشو القتراح اخر دايما معك حسنا. اه بنسبة الاغذية المجمادة فاش كندخلوها الكونجيلاتور. ضروري خسنا نحرصو اننا نغسلوها قبل ما تكونجلا فاش كنبغيون ديكونجليوها غيكا نحطوها يعني تتسخن. ما كنبقوش مازا نقربو لها لما لا تجاج للحمن للحوث لا تشي حاجة. يعني غير ديكونجلا صافي. نعم. بنمشو الفكرة اخرى حسنا من عندك؟ اه بنسبة الى بغيننا نقطعو شي كيك اه بزاس لكان او شوكولا. اه خسنا ضروري نسخنو الموس قبل ما نبدو نقطعو به. علاش هاد العملية حسنة؟ حيتاش دك السكين فاش كيكون سخون او للموت فاش كيكون سخون. ما كيبقاش الكيك تكسرنا بزاف اللي كان شوكولاة فاش كيكون الموس سخون كيدخل بسهولة في الكيك ديانا ما كيبقاش يتكسر ويتفرتد. اذا تبارك اللي عليك خوصا الى كان الكيك مثلا ما حدرناش في نفس النهار. كان عاصب المرات صيدات يحضروا غير للوقيت اللي كيكون عندهم مثلا كيدخلو المطبخ بسرعة كيحضروا الشيوات اللي غدا تبقى عندهم تقريبا ثلاث يام او اربعي ايام. فعلى الاقل لما كنا ما حدرناش هاد الكيك في نفس النهار. كان ضمنو انه كيفما قلتي ما كيتفرتدش او كيبقاش الشكل ديانو كنحافظو عليه كيفما هو. كنسخنو الموس شويوم بعد كنبه وكنقطعو. تبارك الله عليك. فاش كنخليه في الفري فتلاجة مثلا هاد الكيك ديانا شوكولات. نعم. فاش كنخليه في فتلاجة الغدية مثلا فاش كنبغيو نخرجوه. غاي كنقسوه بلموس كيبقيت تكسر فمن احسن خنو الموس باش كيدخل فيه يعني بلا من. نعم وكنحافظو على شكل ديانو من بعد التقطع. نمشو الاخر خسي راح من عندك اليوم يا خسنة. هادى هادى النصيحة نصيحة فيت انا كنسمعتها من عندكم وبغيت ن نقدها. واحدة اخت كانت قلت لنا بالنسبه على البصلة فاش كنبغو نقطعو كيميه كبيرا البصلة متنا البستطيلة او لا البيتزة او لا لا اي حاجة. فاش كنبغو نقطعو هذه كيميه كبيرة باش مكتدمعش الناس مكتدمعوش. كان حطوها من ساح تل ساعة لاروب يعني هادى انا مجرباها. مه هادى كنخليه هالسم يقول مدة تقريبا عن ساعة لاروب هادو كلي غاز بايب قويضا يضروا في العين كيبردو. يعني وخنقطعو حتى كيلو لو ما عارش حال ديان البصلة م كان دمعوش وخلكنو كان هضرو لانا كي يقول لك فشكا تقطعي البصلة ديري لما في سموك او لا ما تحضريش او لا عملي المسكا ولا ديريش عويد اي او لا وقيدة او لا وقيدة ديري هذا الراس ديها على برة يعني فشكا تجيري طريقة البصلة في فريقو وما كتبقاش بقي لعينك الدمع وخات هضري واخا اي حاجة. هادي مجربة من عندك حسنة ابو ساعد. انا مجربة وكان اكدها يعني وخات تقطعيت كيلوت فبصلة ما عندك ما كتلقيتها مشكلة. ما كتبكيشها دول اهم. لا انا هدا اول اهم وعويناتك ما كيد من عش. تبارك الله عليك حسنة ابو ساعد كنت متوجة هاد الشهر على ماذا ربعا دي الاسابيع في التيناب الكتير من الافكار ومن الحلول اللي كانت عندك وتشاركتها معنا في البرنامج فكنت منا هذي كانت اخر حلقة معاك كانت منا انه التواصل يبقى ممدود من خلال الصفحة. ولكن الصفحة صفحة البرنامج جرى على اشارة دائما مرحبا بكل اقتراحاتك وكل افكارك. شكرا لك حسنة ابو سعيد مرة اخرى كنت متوجة هاد الشهر ان شاء الله ابتداء من الاسبوع المقبل وعلى ماذا الشهر غايكون معنا متوجة. ليش اللي كانت منه انه يكون معنا متوج خلال هاد الشهر اولا متوجة اللي كانت بقى وكانت واصلوا معه كل اسبوع تحديدا كل يوم اثنين باش كنناخدوه الاقتراحات والافكار ديالكم على الهواء مباشرة. وكنتشاركوها مع كل الاوفياء ديالبرنامج سيداتي سادتي. الكل الناس اللي بغوا توصلوا معنا في حلقة اليوم ارقبنا الهاتف يراني شارتكم كالعادة صفر خمسة اتنين وعشرين ستو وربعين تنين وسبعين خمسين واحد وخمسين او اتنين وخمسين او صفر خمسة اتنين وعشرين تلاتة وربعين صفر 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 صعود. وإلا عن طريق الرقم الخاص برسائل الاسمس دائما خمسين تمانين كيكفي انكم تقوموا بكتابة كلمة ماد خلوا فراغ وبعتوا بالسؤال ولا باقتراح ديالكم ملاش الله. غضي ناخدوا اول مكالمة معنا ام سلمة او للاسف انقاطع الاتصال مع ام سلمة كانت غدا توصل معنا من مدينة الدار البيضاء. طيف انتدار مكلمتكم معنا اسماس من عند مستمع كلمة تتقول مدام العماري. فهي عندها مشكل كتقول انه الجديد ديال العيد في كل مرة كتنشره باش توصل الاشيعة ديال الشمس كان مشكل ديال الحشرات وديال الدبن فما عرفتش بغدش اقتراح من عند السيدات اللي هم في الاستماع فان شاء الله كنتمنا انهم يفيدونا بالاقتراحات ديالهم. كان الاقتراح الاول مدام عماري انه كي تغطيه بطبيعة الحال. وإلا كنتي خايفة مسلا مرة انت استعملي البلاستيك او لك ده وكتقولي انه الشمش مقداش توصل لي وانتي الغرض ديالك انه الشمش اللي توصل. فكي الاقتراح ديال ديك الشبكة كنعرفوه انه ممكن واحد النوع ديال الشبكة بعد السيدة كيستعملوا واحدة في ذاك الشرجم اللي كيكون في الكوزينة شبكة اللي كتكون رقيقة وكتمنع الدخول ديال الحشرات فهاديك ممكن استعمليها كغيطاء على القديد ديالك وتنشريه في البالكون لفسطح بدون مشاكيل كتضمني انه ولد بان ولا الحشرات كتوصلوا نهائيا. هدي كانت فكرة من عندي انا وكنتمنى انه افكار اخرى ان شاء الله في الحلقة ديالياليوم ناخدوها من وكانت عند كل السيدات والسادة اللي قدين يتواصلوا معنا. قدين ناخدو خديجة من تيزنيت مرحبا بك تيزنيت. مرحبا بك خديجة من تيزنيت. وعليكم سلام ورحمة الله تحيير كله وفي انو بتزنيت خديجة خديجة كنسمعوك مرحبا بيك وعليكم سلام ورحمة الله خديجة تفضل ليشنو عندك سؤال ولا اقتراح عندي سؤال مرحبا بغيتي وصفة صدر بغيتي وصفة بغيتي وصفة بغيتي وصفة بغيتي وصفة صدر ما كنسمعوكش بشكل وواضحة خديجة خديجة وشكين عندك مشكل ديال اش ديال الصدر بقع ديال الصدر لا لا صدر نعم طيب هنا الوصفة الجميلية كنعرفو انو كتكون مع زميلتنا سناء الكيناني في برنامج لا لمولاتي احنا كل ما كيخص افكار المنزلية شغالي الدار الموضة الدكور هدا هو المضمون ديالبرنامج سيداتي ساداتي الوصفة الجميلية وكل هاد الامور فكين موعد يومي معها رفقة زميلتنا سناء الكيناني في برنامج لا لمولاتي اللي كتعدكم موعد كل اسبوع مع اخي الصئين فالوصفات الدجميلية اللي كيكونوا حضرين معها في البرنامج غدين ناخدو هالمرة ام سالما رجعت معنا على الخط من الدار البيضاء مرحبا بك ام سالما السلام عليكم وعليكم سلام ورحمة الله ام سالما كيف حالك ام سالما وكيف حال سالما الحمد لله ادختي جلس طلباتي ايها كان موثم اهلا نوا سهلا شنو الطلب الاول نتكون عدي غرفة دي للداري اقسمت هادلت الحافظ الغز والحافظ الشيبي نصف صباعها في الشيبي ونصف الغز و نصفا حفظ شوية بذغة الداري شوية ويتلكوا لغذي واو الغيدو ولي كومقول اذا انت الغرفة مشتركة ما بين الزيد وبنيتها ام ام نعم ولكن تبارك لا عليك اول حاجة ايجيك عن الالواء اللي اختاريتها دب انتعملتي مزيج في الروس في البلو في فير بستاشت بارك الله لك يعني هي الوان مواتية دب ابقى عندك المشكيل في الكولار ديال التابي و ديال الخوامي او للردويات اه ولي كوفر لي ولي زاكسسوار لك الملتين احتى لي زاكسسوار حل كوفر لي ان شاء الله اكيد غادي نجعبك هذا بالنسبة للسؤال الاول شنو سؤالك تاني ام سلمة روصة ديالي في هال الروج بريك فانسي مهم وسقف بلون تلعود فانسي وكلار شوية فانسي شوية كلار نعم تايب بغيت لك الممكن لكوفر لي وزربيا ولي ريدو نعم اذا الفراش ديالها اه وزاكسسوار كل شي نعم ان شاء الله نجعبك نعم ام سلمة تخضلي بغيت ندير للي ريدو جوج كولار التحت والفوق نعم بغيت يلتحت والفوق نعم لك يكونوا بدوبل نعم ان شاء الله نجعبك ام سلمة شكرا لك توصلت معنا المدينة الدار البيضاء نبقى في الدار البيضاء دائما وناخدو وفاء هاد المرة مرحبا بك وفاء وفاء للاسف نقاطع معه الاتصال طيب صفر خمسة اين وعشرين ستا وربعين تنين وسبعين خمسين وواحد وخمسين واثنين وخمسين او صفر خمسة اين وعشرين تلتا وربعين سفر صفر صفر سفر تسعود وإلا عن طريق رقم الخاص برسائل اسمت دائما لو خمسين ثمانين قموا بكتابة كلمات ماذا ام او دي خلوا فراغوا بعتوا بالاقتراح ديالكم اولا السؤال ديالكم ان شاء الله ونجاوبوا عليه ناخدوا ام احلام مرحبا بكم احلام وعليكم السلام ورحمة الله ام احلام شرف كبير احتي من كنزي معك شرف لينا ام احلام اختي سيب اللي كتبودة على القديد نعم كتخاف نعم الحشرات والدبان الى نشراته نعم اي اي واحد اقتراح اختتي كتدير اهلا بعدها اه. كتبري القوام كله كتبري ذلك السودانية. وطنصري ما تخاش. السودانية تطرب كل الحشارات. السودانية هكده كتعمليها واش غير حبات ولا مطحونة مع اه ام احلام. لا مطحونة اختي. اذا السودانية مطحونة. ايه برضو عليها. وثبتون ما تخاش من الحشارات كلها الحشارات غت اه زي ما ما كنش. انا اذا اقتراح مجرب من عندك ام احلام. مجرب اختي. تبارك الله عليك. اه بارك الله وفيك. ايه بحتي الله عليك تكسر. اللي هو. اه اختي البود ديول بنتي. مثلا عمليك سنسو الكوله. وثق. وماشي تحيد. قدرت لي الخان. قدرت لي ما خليت ما درس. ومش مصنوع ديال الدن او ديال الجلد؟ اه بحتي فكه سيقول تلتوفا. نعم. اه. عرفتها. نعم عرفتو. واش على برة ولا في الداخل ديالها؟ الا على برة. على برة. نعم. اه. اشنو اللون ديالو ام احلام؟ في معهم. في معهم. اه. وقت لا تخص. او جديد يا الله اخدي توريها وغير تحل شوية ومثلي هذيك الفقوقات. مه. بغيت نديح تخلي. نعم. واضح. واضح السؤال لام احلام. وان شاء الله نجاوبك. شكرا لك توصلتي معنا. وشكرا كذلك بنسبة لحل اللي اعطيتي المسامعة الكريمة اللي كانت سولات لها مدام عماري. كنت من ان شاء الله انها تجرب سواء الحل قلت لها انا ولا الحل اليوم عرفناها مع ام احلام وان شاء الله تكون نتيجة. احنا هدي نبقوه مع فاصل اعلاني. رجع مباشر من بعده بش نوصله باقي فقرة حلقة اليوم من برنامجكم سيداتي الساداتي على مدغادي. الاداعة القريبة منكم دائما في حلقة اليوم من برنامجكم سيداتي الساداتي. غادي ناخده هاد المرة. اه طارق معنا من شاون. مرحبا بك طارق. اهب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حال الناس ديالش في شاون يا طارق؟ ما يتصر شي بكم الناس ديالش في شاون. اكيد يوميا كيتواصلوا معنا من صباح تلعشية. احنا دايما كانت فانتو كانت من نس ديالش في شاون. شكرا لك بالفعل طارق. كيف عندكم الاجواء؟ مازيان الحمدلله مش مش هادا بابا خرجي للزيتون ان شاء الله يربي. ياك الاجواء مضخمة كيف ما كيقولوا ياك. مضخمة بحادة. اتفضل لطارق. عندي واحد طمو بالجلد بلايس. نعم. وما يكنا ندخلي الوقت كنا اخس لو هادة كنا نشمل نسميتها تحت كرعي. مغلشي وصفة مزيناية تحت طمو بالجلد. ان شاء الله طارق بطبيعة الحال شكرا لك على السؤال. وبالفعل ان شاء الله غتكون في افادة الكتير من المستمعي الكرام اللي عندهم هذه المشكلة. غدي ناخدو هادة المرة امينة معنا من بن جرير قبل ما غدي نمرو الفقرتنا البوهنية بتعبيت الحال يا الفقرة دي الموضة. فاليوم غير باش نقول هي مجموعة من الوصائل والافكار لكل الشباب لو ما كيطمحوا. فانهم يحصلوا على وظيفة فكنعرفو ذاك اليوم لي كيكون مميز جدا لي وخاص بيوم المقابلة من اجل الوظيفة. فاليوم جموعة من افكار والنصائح هذين نشاركوها مبعدية نخلكو معنا. قد يمشون ناخدو امينة من بن جرير مرحبا بك امينة. مرحبا بك امينة. مرحبا بك امينة. مرحبا بك امينة. الحمد لله امينة ترضي. امينة هذة كان كثيرا بك الله بك وكان بذاف للبرنامس كنستخدم بذاف ديال الحواسي. الحمدلله استفاده متبادله بيناتنا وهذا هو الغرض. مبارك الله فك تنسو لك اختي على زليج ديالحمام عندي مدبوغة ما عدرتلي الملقطع اومجرس لي. نعم اما من اللون عندك زليج. عندي القرية وفيهم نقاطية تلك حل. نعم واش من نوع ديا الزليج انها كنا عدت زليج انواعي ذاك الحرج شوية او لا لا العادي. المحرج اللي هو خاصك يتعمل في الحمام نعم يعني غير بغيت نسولك أمينة الملقات عش كون نصحك بها أنك يستعمل الزليج صار نقول لك قتالي وحد سيغل زربت و قتالي يا عاكوب بي عليز عمر ذك الدباغ في حي يوشفتي كون كنتي وفية لسيداتي ساداتي ودائما في يوم الحلقة دي اليوم تولتا مع المختص سامي دانان مختص فند ديكور غتعرفي أنه كل مختصين دي الفند ديكور ما كينصحوش نهائيا باستعمال الملقات على الزليج ولا الرخام ولا أي حاجة فكنعرفوه يعني أنه قوي بزاف وممكن حتى كيحفر ذك الزليج حتى الشكل دياله ما كيبقاش نهائيا في حين أنه كين حلول وأفكار أخرى اللي هي بسيطة وغتعطك النتيجة اللي انتي كالتمحيلة في الزليج ديالك فإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ها أمينة شكرا أ дис wyoddeeyye واحدى الوسفة كنتي قلتها اللى دوم عقلتش على ديال الزربيه كنتي قلتين ديروي عاسبو البلدي ب bekخ؟ قرلا بالتاريقة مزيانة ولكن و لكن صابو البلدي شنو الغراض بي هو أي شأنك تشتا جايزين دا الني بترجع زعمات رزعجية دابلين مصب durability خورز دعمة مزيانة نعم إن شاء الله ها أمينة شكرا اللي یناك توصلت معنا هو صراحة ما كانش غير فكر وحدة كانت مجموعة من الافكار حتى اللي اعطونا السيدات يعني في كل مرة وهذا هو الجميع ببرنامج سيداتي ساداتي انه سيداتي ربما كيكتشفوا افكار او لا حلول غير يعني من داتهم نفسهم هكذا بوحدهم وكيتمحوا لانهم يتواصلوا معنا ويتشاركوها معنا ببرنامج سيداتي ساداتي فكل حل ديال صابوا البلدي بالفعل لكن صابوا البلدي بالنسبة للزربية اللي كيكونوا فيها البقع او لا داتاش وكان كذلك بالنسبة للناس اللي عندهم الزربية مع المدة كتبهات فهنا كانت سيدة اللي نسحتنا باست كذلك يكون باللو الاسود كنضيفو لذك الماء الاخير ديال تشلال فكتقول هذي طريقة مجربة وإلا كيبقى الحل يعني الكلاسيكي اللي معروف اللي هو الشامبون او لا داك الجيل اللي كنستعملو احنا في الحمام ديالنا في الاخر فممكن كذلك كنستعملو به كنناخدو واحد سطل كنعملو في اما الشامبون او لها داك الجيل كنرغويوه وكنبدو كنناخدو فقط الرغوة هنا مغنيش نسبنو الزربية كنناخدو هذيك الرغوة اللي كتكون الفوق وكنعملوها في الشيتة و وكنبدو كأننا كنشطبو الزربية فهذيك الرغوة بو حد طريقة فعالة كتخلي الزربية كترجع لما عندي لها وكتزول كل الشوائب اللي كيكونوا فيها فإذن يا مجموعة من الافكار اللي كانت مرت معنا في برنامج سيداتي ساداتي كانت ذكركم انه غدا ان شاء الله بما انه يوم ثلاثاء من خلال فقرة الدكور فغايكون حاضر معنا المختصفا الدكور سامي دانان باش يجوب على اسئلتكم وكذلك باش غدين نتوقفوا معاه غدا ان شاء الله في مجموعة من الافكار فيما يخص استغلال المساحة ديال الشقق اللي كتكون يعني صغيرة كيفاش نستغلو المساحة ديالها في الفرش ديال الدر غيكون موضوعنا غدا ان شاء الله من خلال فقرة الدكور مع ضيفنا سامي دانان في برنامج سيداتي ساداتي اذا بسرعة غدين نمروا الفقرتنا اللي هي خاصة بالموضة كيف ما قلنا وصايا وافكار لكل الشباب فاكيد من بعد المشوار ديال الدراسة وديال تكوين طيلة سنوات في يوم كيجي اليوم الخاص بالحصول على وظيفة او فرصة عمل طبعا كتكون مقابلة من قبل مع رب العمال او لا مع المسؤولين اكيد فهنا مجموعة من الافكار فيما يخص اختيار اللي باس فكنعرفوا لاهمية ديال المظهر طبيعة الحال فهنا كنقول الاهمية ديال المظهر ماشي فقط غير في الاطلالة ديالنا انه الانسان لازم يكون واسيم ولازم يعني يكون بوحد المعايير معينة وانما لا مظهر لي كيعكس انه يستحق هذه الوظيفة كيعكس حتى الجدية دياله فبمرة الاختيار ديال للالوان او لديك اللي باس في ديك المقابلة الاولى وكنعرفوا انه الانطباع الاول هو اللي كيستمر يعني مع الاخرين علي يعني كنعرفوا الاهمية دياله فلذلك بعد مرة ترى نقط اللي هي كتكون بسيطة كنغفلوها ولكن تأثير دياله بعد مرة كيكون سلبي فاذن هنا مجموعة من النقط وهم من الافكار لكل هاد شباب اول شيء فالخبراء ديال الموضة كنصحكم دائما بانكم تختاروا النوع ديال اللي باس كيف ما قلت لي فيه نوع ملجدية ديالك توجاه ديك الوظيفة قدر الامكان يعني ما نمشوش ديك الملابس اللي كتكون فاخرة وبادخة يعني لاش لانه ذاك رب العمال او ذاك المسؤول على العمل هو وعارف انه الميزانية ديالنا بسيطة ومحدودة بما انه احنا كنقلبوا على فرصة من اجل العمل قدر الامكان بتاعته على الصرعة ديال الموضة في اللباس وذاك اللباس اللي كيكون رياضي نوعا ما نمشو اللباس اللي هو كيكون معروف كيكون كلاسيكي فبنسبة للشباب بغادي بان ما كيمشو الكوستيوم بونطالون معا فاست معا لون ديال يعني داك القميس او ديال ديال الشميز اللي كيكون مواتي بطبيعة الحال يبنى بما انه احنا في الفصل ديال الخريف والشيتاء ف كينسحوكم الخبراء ديال الموضة انكم تمشو لدي شميز اللي كيكون بطبيعة الحال بلا موش يعني بالاكمام ما نفكروش نهائيا في شميز اللي كتكون ناسفكم ولو غدين نعملو الفاست ما الفوق ما تقولوش رها ما كتبانش اللار كذلك كتلعب دور في هذه المسألة بالنسبة للحيداء كذلك نختارو حيداء اللي كيكون مواتي اللباس ديالنا يعني البيضلة اللي احنا اخدينها وهو مزوج ديال الالوان تقليدي الكلاسيكي اللي معروفين اما الاسود اما الماغون نحرصوه لانه الحيداء د ديالنا طبق الحال يكون في ذاك اللمعاني يكون قلي انه كيف ما قلت هي نقط للبعض كتبليه امور ولا نقط ليه نوعا ما نقولش تافه ولكن بسيطة ولكن ما نغفلوهاش نهائيا فهذا النقط اللي كتبلكم بسيطة رصدقوني بعد مرة التأثير ديالها كيكون كبير جدا في الحصول ديالنا على هذيك الوظيفة عند قدر الامكان بمأنه ذيك المقابلة يعني سواء كنت غدين نحصل على الوظيفون ما غدينش نحصل علىها ولكن دائما كان مشي وكان قولو يعني ذاك الامل دائما كيكون موجود ف لذلك دائما يكون عندي ذاك الامل الايجابي انه الوظيفة علش اللي غتكون من نصيبي وممكن نشوف نفسي انا بالفعل كنستحق هذك الوظيفة اللي انا مشيت وغدي نعمل غناخد العناء وغنعمل المقابلة وفيه نوع من الضغط وفيه نوع من توطر فعلش اللي يعني ذاك تحضير ديالي الديني والعقلي والفكري ودك الباجاج ودك التكوين اللي خديت انا طوال سنين فعلش اللي يعني حرام لما نخلي هاد النقط اللي هي بسيطة ما نكملش بها هاد الامور باش نكون بالفعل كنستحق ه الوظيفة واللي هي المظهر فبالنسبة للشباب كنقول نوعا ما سهل يعني مقارنة مع الفتيات لانه كتاخذ وقت باش انها تحضر المظهر ديالها وتختار اللبس ديالها فالشباب كيف ما قلنا كوستيوم لي كيكون بلون يعني ما غنقولش يعني كلاسيكي نوعا ما لا شويميز حتى هي قدر الامكان يعني الخبراء دي الموضة كيقولوا انه بالنسبة لا شويميز هذي بغيت نحرص عليها اليوم دائما كتكون بالاكمام ماشي ناخدها يعني بالنسبة الكخافاتي اللي كنت غنختارها من الاحسن تكون ب لون لي هو وحادي ولازم يعني القياس ديا لك نعرفه انه كيمشي احتى الحزام وبالنسبة لا شينيا نحرص فدائما نحرص على انها تكون في اللون دي الحيداء ديالي لكن صبط في الوار فحتى لا شين يا شين تكون في ال conheوع كانت يعني كان صبط في المارن فحتى هي غتكون بنفس اللون باش كان نحرص على ذاك التناسق في المظهر ديالي فحتى نفسيا ولكن المظهر ديالي ملائم وكنت يعني واتق أنا والألولي أنا مشارها مقتنع بها وبالفعل هي متنسقة مع بعضها فالانيزان احتى نفسيا كيكون شوية مرت وكي تخفف عليه بالتالي ذاك الضغط وذاك التوتر ديال المقابلة من أجل الحصول على وظيفة أولى على عمل فإحنا كنتمناه إن شاء الله التوفيق لكل الشباب يا رب إن شاء الله معي جديد من برنامج سيداتي الساداتي غد يجمعني معكم في حلقة الغد دائمان على الإذاعة القيبة منكم ميد راديو